الجدي متقلم يا جماعة ولا انا حسان منطقة الكروت ان شريك الجدي يعني مش شخص معندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جدي شخص عملي هو كده معندوش دلع معندوش الحاجات دي فالموضا ده مؤثر على الجدي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضا ده ونفسه القلم لي انتهي نفسه في طاقة جديدة يعني تقريبا الموضا ده خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما ان هو عندو سر او ان هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه الشريك عايز يتدين اكتر ووضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول اوكي مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعة شريكه بس هو شايفك ازاي بقى شايفك عشرة طويلة او يحد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك لكل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جاملة واضح ان شريك شخص يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش رومانس عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات بهنية انه مش حلو بس في حاجة هتحصل يعني الكارتة دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز دا اتمام زواك الناس متجوزين دا حمس اوكي الى دا ولا دا ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا في ارتباط قوي انتو حبوك ويمكن مش وايخد شكل الرومانسي اللي كان الجذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبوك وغير مشهود يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه فاهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعك فشريكك بيحبك فده حب غير مشهود حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجذب او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورسة دا او الكائن استحلية صغيرة دي دا شخص قريب منك وبينصحك مصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا المصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو ليه مش بيعملك كذا وهي ازاي ما بتعملكش كذا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش دا فانتبهوا للشخص اللي جنبكو دا اللي عامل ايه ماني يزن كودانكم طيب طيب هدخص القرية الجذب نفسه في نهاية قلم حيث ان هو متقلم عايز طاقة جديدة لان طاقته خلصانة شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار او ان هو شخص متدين جدا شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر ومستني مكافأة عايز مكافأة او فلوس مستنيها من شخص كبير شايفك شخص مقلوف جدا بالنسبال وعشرة وما بتقدمهش للكل خير الطاقة ما بينكم فيها صلبة فعلا طاقة صلبة في شوية اضطرابات الفترة دي بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا حكيين الفترة اللي جاية بس عايزكوا تنتبهوا انه في ناس ما بتسبق تشوفكم كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكم تاني يعني بلاش تقولوا اه اتصالحتوا الدنيا مشت كويس ما تقولوش يعني بلاش مش هتستغيلوا حاجة يعني طيب دي قراءة المجموعة الثالثة والاخيرة الحلال عطفية ابصت كده عارفهم نازك انا جابت قوي في مشاعري ايوة كده يا سفيناز ايوة كده ده حتى طلع لكم كاركو يقولوكم ولا يفرق معاك وانتو عندوكم طاقة قوة كوي جدا شهر دا اللي يجي يجي بقى فاهم اللي هو يا اهلا بالمعارك يعني ولا يفرق معاك طيب ميرسيا وليم صح يا روي ميرسيا سفيناز سباحك ولي حديمة صح جدا بشكرك هوب هوب سباحك كده مشكرك يا موكا بشكرك يا محمد اوي الاسبتالية كنوز موجود في الصفحة لا بصري يا سفيناز انت يا حبيبي تيبقي حامل نشوه انت يا روحي نشوه بورج الحوت اهلا ميكي حديمة بنوراني من الجزائر الحوت موجود في الصفحة صح جدا بشكرك يا شايمة حبيبي بشكرك يا شايمة الاسد موجود في صفحة يا منالي. طيب دلوقتي معاد القراءة المجانية اللي كسبت معانا اللايب اللي فيه. وهنشوف مين هيكسب النهاردة. البنوتة سين الف. تاريخ ملادها تسعة وعشرين واحد. تسعة وتمانين. يزغنن انت يزغنن. حلو جدا. اه تتتا. اوكي. ادالوا. ورجعها ادالوا. ماشي. مرتاحة تعليقاتك والحلوة يا جماعة بالنسبة للقراءة. واسفة للناس ان انا خوفتها. اسفة يعني. كشك تكوني في نفسي وكتبت اقول لا مش هقول الحاجات السلبية بس يعني مش منطقي. مش منطقي ان انا اعمل قراءة واعد اقول لكم كل حاجة هتبقى كويسة كل حاجة هتبقى تمام وما ناخدش حذرنا من حاجة جاية. والله اعلم وكذبت منجمونا ولا وصدقوا. وكل انا بقولوا ده هاري. ماشي. بس عشان الناس اللي بتتحمق من الموضوعات. انا بقولت في اللون الاسودية يا محمد بس بحب البنفسيجي اكتر. لوني مفادل البنفسيج. بس بالاسف ما بيلي اش عالي. طيب. ناخد القراءة الخاصة المكانين اللي كانت معنا. هنقرأ جنرال. وبعدها هنبتدي نقول نسحب ترت واحد للاسئلة اللي انتوا عادينا. تمام? اوكي. نقول له صحب. بسي يا فرح قوي. حبيبتي بشكرك. بشكرك بشكرك. اها. ده اللي ولازم يطلع له كترة. لازم. لازما ولابت. طيب ممكن احمد هي معنا في اللايب. مرسي يا مار مار. لو هي معنا في اللايب معلش يعني مش عارفة انا هقرأ وخلص في هنا خير جاي جاي لك يا سين الف حاجة اشتغلت عليها قبل كده خير عمسي في حد زمان بيرجع لك دلوقتي حاجة ان شاء الله خير جاي لك وجاي لك بسرعة عشرية جدا دي كمان رزق وفوز جاي لك من حي سلات تحت سبي ومش شرطة تكون الرزق فلوس ممكن يكون رزق حاجة تانية ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة رزق ربنا حيبعتك خدالية فيه دية جاي لك مبلغ مالي بحيارك مش عارفة تعملي في ايه اضيعه اصرفه واستنى من فضلك استني ما بلاش تصرفي في حاجة غير ما تكوني فعلا محتاجاها لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جاي لك بس مفيش تطور في الحالة المادية فياريتنا يعني لو تقدري تحول شي حول شي king of swords بدا له طبعا كعته هو القائد قيادة قائد مسيطر هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح اصح حده اصح تفكير اصح كل حاجة انا مش مع الموضوع ده تماما please باردو نسمع للناس اللي حوالينا بلاش الثقة الزيادة في النفس لان عواقبها مش كويس في هنا high priestess زي ما قلنا الكارت ده ان هو فيه سر هيتعرف عنك او انت تعرفي سر عن حد بكلت الحالات السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد الليل فترة دي فيه علاقة سلسية برضو فيه حد فيه عنده اتنين فيه طبعا هنا جرح شديد 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 زعل يعني بص انت نطيتي منين لمنين يعني انا قلب مجروح بعدها على طول خطوبة وزواجة يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقني وبتخذي اي حد وخلاص يعني لو حابة نتكلم ابعتليه على الصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه غريب جدا اللي حصل ده يعني انا مش فاهمي عموما في خير ان شاء الله جاي زي ما قلتلك في رزق ربنا باعي تخولك من حيث لا تحتسبي بإذن الله في مبلغ مالي انت محتارة تعملي في ايه ونصيحتي لكي احطافي زيبي ايه كارتب يطلع لبدال وهو ده king of swords king of swords قائد ده يعد على العرش وهو اللي بيحكم بيحكم ويطاع وعنده قيادة جمدة جدا ما ينفعش في النقاط زي ما قلنا ده سر بيتعرف سر بيتعرف هتكتيش في حاجة في حاجة هتتكشف عندك الله اعلم بس ان شاء الله ان شاء الله خير اما شايفة في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة ثلاثية جرحة الجرحي طبعا بس اما شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج الله اعلم ان شاء الله خير ان شاء الله خير طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة تعرفوا ان نسحب كارت واحد للاسئلة بتاعتكو حبيبي اللي عنده سؤال يخص برج الجدي او اي برج تاني يتفضل معاكي قراءة جناية نبين عملتي شير يا ده غير مجاملة انتي يا حبيب يا حبيبتي انتي طب عملتي شير لو عملتي شير كتير ان شاء الله ان شاء الله ان اختارك القصة قال يا رب سلام موجود في الصفحة اللي هو ده قريت جدا مينوا برج جدا جدي يا اميرة 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 يقول اجازي يو الصفحة خلصت اجازي لو فاتك حبيبيتي مفيش مشكلة شوفيه مسجل على الصفحة العقرب قراءة يبقىوي حاضر ولا بالاحلام حاضر ايه يوموس عليكي يا ذي خنسة يعني يومي يا ليلى اسلامي الي روحي القص في ربط الاسماء ده لأ حاضر يا هلايات نشوف يس أساس للشيء إن شاء الله في ارتبط رسمي غيره فهم ابعتلي على الصفحة حاببتي ورد عليك حاضر إن شاء الله أنتوا هتلاحظوا أنه في برضو تحسن في الرد على الرسالة إن شاء الله لنا الصراحة الوحدي أنا ولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدني للك ليه كي عملت شير في تمامين واني 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 ليه بس حرفت كمية حرام عليك دي طب قولي لي إيه سوالك يا إيماني قولي لي حاببتي تعاين مش لي أروح قلبي على الشير بس يعني أنا مش هتكده عزبي كده الشير بالتمانين شير استسلمي لي يا روحي شفت يا بي أنا قدرة كنت خايفة منه اللي هتقوله بتقوله مني بي ده طب أنا أعمل إيه حاببتي والله عملت تصويت والجرد دي هو اللي كسب أنا كنت عايزة أقرأ العقرب والله أنا مكنش عايزة زي في الآخر كده بس ما فقط نقوله العقرب بكرة والاسمه إيه والاسمه إيه ده العزراء بعدين مش هخليه آخر بكرة مش هسمح بداية دي طيب في أي أسئلة؟ أنا وجوزي؟ أنا وجوزي إحنا الاتنين ليه يا إيماني؟ ما يلو جوزي تب الموضوع الرجل عاد في حاله؟ العافية روين روين العافية روح عاد فرنسس محمد محمد أسامي دي يا جماعة طبعاً أنا الحوت حبيثي أخذ نوض في الصباح الجاذي من كاملة كام؟ الجاذي حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير يلا فقرة الأسئلة بسرعة قدامي خمس دقيق كمان عرب الحالة بطيب على إذنك يا نيرو طب مزيدة فقرات ريد العقرب يا داليا هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة خلاص بعد بكر عقرب خلاص يعني ده قرار جمهوي العقرب بعد بكر خلاص هل هنرجع لبعد؟ ماشي تعييي نشوف أنا شايفة سعيدة أنا شايفة رضل رجوع بقى أو مش رجوع فأنا شايفة رضل فلو كان الرجوع يرديك لو كان كده يرديك فإن شاء الله في رجوع إن شاء الله فيه ارتباط بين قنس الجدي ورجل الدل بص يا حبيبي أنا شايفة يعني هو هيحصل بالآخر فيه خبر حلو بس فيه هروب في الأول فيه حد بيهرب يعني فيه طرف منهم بيهرب يلا إيه سؤال تاني طيب نشد كارتر الصحة في الجدي لأنه ما ظهروش أي حاجة تدل على الحلة الصحية بتاعته أوكي حاضر يهابة كان إيه سؤال الأولاني بسم الله الرحمن الرحيم أوه فيه مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلغ بس إن شاء الله ما فيش حاجة بتدوم سوري سوري أنا بخاف قبل ما أضحط الكارتر واحد دي بخاف بأحايل بخاف أوكي أي أسرة تانية الحلة المادية طيب نقول الميزان الحلة المادية للميزان هو خايف من الحلة المادية مش شايفة فيها تطور حبيبتي أنا شايفة أنا خاوف خايف الحلة المادية من الرقاة معلش إن شاء الله إن شاء الله هتصدق واشكرك يا من حليبة قلبي اللي امتبعيني على ثم نفسي الدلو هتخلص مشكله ولا إيه؟ هو وضح فعن الدلو في مشاكل ليه يا حليمة؟ ليه بس بتقولي يه حرام عليك؟ ليه بس يا ماما؟ الدلو هتخلص مشكله هتدور عدلة الحظ ويلو فورتين إن شاء الله مشكله هتتحلق بإذن الله الدوني إيه يا سئلة تاني طيب يا داليا دي حنقولها في يوم العقرب بعد وبكرة حبيبتي لو أنت مش بتابعة صفحة عملي بتابعة عشان تشوفيه طيب بوستو يا جماعة بالنسبة لموضوع القراءة المجانية ده إحنا بنختار يعني ممكن يكون أكتر من حد عملوا نفس الأماونت من الشاعر فهي فيها حظ شوية معلش يعني حد ما كتبش المراضي بإذن الله يكتب المرة اللي جاية